اشتركوا في القناة بالكثير من الاضرار في الحاضر والمستقبل احدثت التكنولوجيا الحديثة مثل الهواتف النقالة والايباد والفيديو جيمز وغيرها تغييرا جذريا في حياة الاطفال واصبحنا نرى اطفالا اكثر براعة من البالغين في التعامل مع هذه الاجهزة بما تضمنه من تطبيقات لذلك دعني اطرح عليك سؤالا هل تعتبر ان قضاء ابنائك الكثير من الوقت امام شاشة التلفاز او الموبايل او الالعاب الالكترونية ادمانا؟ تشير الاحصائيات والابحاث الى ان تعرض الاطفال الصغار الى استعمال التكنولوجيا بحد كبير ادمان سلوكي وخلل تربوي يؤدي مستقبلا الى مشاكل جسيمة مثل العزلة والاكتئاب والمشاكل الصحية بل وايضا جرائم الابتزاز والتحرش الالكتروني وصرحت اليونسيف عام 2018 بان اكثر من 175 الف طفل يستخدمون شبكة الانترنت للمرة الاولى في كل يوم يمر اي بمعدل طفل جديد كل نصف ساعة واوضح تقرير حالة اطفال العالم لعام 2017 ان ثلث مستخدمي الانترنت في العالم من الاطفال وهذه نسبة كبيرة جدا لهذه الفئة التي يجب حمايتها من مخاطر العالم الرقمي العالم الرقمي كبير جدا وملئ بالكثير من المخاطر والدهاليز العميقة والمخفية ايضا هذا العالم يحذر منه الخبراء من الاندماج فيه بشكل مبالغ للبالغين بسبب المعلومات الكثيرة لكن حينما يتعرض طفل لهذا العالم فهو امر في غاية السوء والخطورة انتشرت في الاوينة الاخيرة العديد من البرامج الالكترونية الحديثة والتي كان لها الاثر الكبير في اندماج البعض فيها حتى الادمان مما جعلهم اداة سهلة لاستغلال والابتزاز لم يقتصر ذلك على شريحة او فئة معينة من المجتمع انما طال اثرها حتى الاطفال والمراهقين مما جعلهم عرضة لكافة انواع الجرائم وخاصة الجرائم الالكترونية فقد عرفت مجتمعاتنا مفهوما حديثا من الجرائم وهو الابتزاز الالكتروني والابتزاز الالكتروني عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور او مواد فيلمية او تسري بمعلومات سرية تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية او استغلال الضحية للقيام باعمال غير مشروعة لصالح المبتزين تنتشر جرائم الابتزاز والتجارة الجنسية في العالم الرقمي بشكل كبير خاصة بين المراهقين والاطفال واظهرت الارقام بان تطبيقا مثل تيك توك 80% من مستخدميه هم من الاطفال والمراهقين وانتشرت العديد من حالات الابتزاز فيه وبعض القضايا لاقت رواجا عالميا وعربيا واسعا تنتشر جرائم الابتزاز بكثرة وخاصة للاطفال والمراهقين لعدة اسباب ومنها ضعف الرقابة الاسرية وتقصيرها في توجيه الابناء وعدم مراقبتهم والتفكك الاسري والفراغ الروحي او العاطفي واصدقاء السوق والتقنية الحديثة مثل الانترنت وبعض القنوات الفضائية والاعلام وإليك بعض النصائح التي تقدمها لاطفالك لتجنب الابتزاز الالكتروني عدم مشاركة الناس حتى المقربين بالاسرار الشخصية والصور إن لم تكن مقبولة ضمن المعايير العامة التفكير مليا قبل إضافة أو قبول طلبات الصداقة ورفض طلبات الصداقة من الأشخاص غير المعروفين أو غير المقربين الحذر من التفاعل أو الدخول إلى الروابط والإعلانات التي تتواجد بكثرة على المواقع الالكترونية فالكثير منها يكون بمثابة مصيادة للابتزاز الإلكتروني عدم نشر معلومات خاصة بالعائلة الأجهزة التي يمكن أن يتعرض لها الطفل تصنف كالآتي التلفاز الموبايل الآيباد الكمبيوتر البلايستيشن أو ألعاب الفيديو بشكل عام وأوسط الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بالآتي أولاً الأطفال الرضى حتى ثمانية عشر شهراً يجب أن لا يكون هناك وقت للجلوس أمام الشاشة لأن خلايا الطفل في هذا العمر لا زالت تتكون داخله لذلك من الأفضل أن يتعرض الطفل لاستكشاف الحياة الطبيعية بنفسه ثانياً الأطفال من عمر ثمانية عشر شهر إلى أربع وعشرين شهر يمكن أن يقضي الطفل بعض الوقت القليل جداً ولكن برفقة أحد الوالدين ثالثاً الأطفال ما قبل مرحلة الدراسة من عمر الأربع سنوات إلى خمس سنوات ينصح الأطباء أن لا يتعرض الأطفال للتكنولوجيا لمدة تزيد عن الساعة الواحدة يومياً وبإشراف من أحد الوالدين رابعاً من عمر خمس سنوات إلى ثمانية عشر عاماً يعتبر السن من تسع سنوات إلى ثمانية عشر عاماً عمراً حساساً لأنه يجمع ما بين الطفولة والمراهقة وبداية الدخول لعالم الشباب لذلك من الأفضل لمن هم أقل من تسع سنوات بقضاء وقت معين يومياً ويفضل أن لا يتجاوز الساعتين والأفضل أن لا تشغلهم عن الحصول على الوقت الكافي من النوم والقيام بالأنشطة الرياضية والترفيهية والانخراط في المجتمع ولا ينصح باستخدامها لأكثر من ساعتين يومياً لمن تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عام أخطاء يجب على الوالدين تجنبها بعض الآباء والأمهات بسبب انشغالهم أو انزعاجهم من بكاء الطفل فيقومون بإعطائه الهاتف ليكف عن الضجيج والبكاء وهذا أكثر فعل خاطئ يمكن للآباء أو الأمهات بالأخص ارتكابه وغالباً ما يكون سبباً لمخاطر مستقبلية هذا الطفل مع التكرار سيسبب تعلقاً بين الطفل والأداء وإن لم يحصل على أدواته المفضلة فسيزيد من البكاء والعناد حتى يحصل على ما يريد ترك الأجهزة أمام الطفل يجعله عرضة للعب بها واستكشافها وهذا طبيعي بالنسبة للأطفال لذلك يفضل عدم وضعها في متناول الأطفال ما هي أعراض إدمان التكنولوجيا للأطفال الشعور الدائم بالقلق والتوتر عند القطاع أو تعطل الإنترنت وشعور الطفل بالضيق بسبب أن ألعابه لا تعمل جيداً يكون الطفل في حالة ترقب دائم لبرامج ومواقع التواصل المشارك بها مما يعرضه لمحتوى البالغين الذي لا يجب أن يتعرض له في هذا الوقت من العمر عدم الشعور بالوقت أو بالآخرين ممن حوله عند استخدام التطبيقات والأجهزة الإلكترونية مما يتسبب له بالانتقال لمرحلة خطيرة من الإدمان وهي الميل إلى العزلة وقلة التواصل مع الآخرين وكثرة المكوث في المنزل مما يؤدي إلى قلة أو انعدام الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية التي يمارسها الطفل لانشغاله بالأجهزة الإلكترونية التي قد تتسبب مستقبلاً في أضرار صحية وجسدية له إذن هل يمكننا القول بأن الأطفال مدمنون؟ المقارنة مع تعاطي المخدرات مغرية لأن الأجهزة تحفز نفس مراكز المكافأة في الدماغ لذلك يمكننا القول بأن إدمان التكنولوجيا قريب من إدمان المخدرات إن العالم الرقمي بكل ازدحامه وزخمه ورعبه قد أصبح الآن حقيقة من حقائق حياتنا ولذلك فإن المعرفة بكيفية تقليل مخاطرها وتعظيم فوائدها ستساعد على تشكيل حياة ومستقبل جيل جديد من المواطنين الرقميين هم الآن مجرد صغار أمام عالم كبير وغداً هم عيون كبيرة أمام شاشات كبيرة انتظرونا في الجزء القادم لنخبركم بعض طرق العلاج والنصائح والإرشادات للتقليل من مخاطر التكنولوجيا للأطفال والكبار وشاركونا في التعليقات هل يعاني أحد أحبائكم من إدمان التكنولوجيا؟ الأمل دائماً معكم